قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان حربي لها يوم الجمعة قالت إن الجيش الروسي دمر جسرا في منطقة تشازوفيار كانت تستخدمه القوات الأوكرانية لنقل الأسلحة والذخائر إلى المدافعين عن باخموت بالإضافة إلى ذلك شن الجيش الروسي هجمات في كوبيانسك وكراسني ليمان ودونتسك وغيرها من الاتجاهات المختلفة وذلك لضرب الأفراد والدبابات والعربات المدرعة وغيرها من المعدات للقوات الأوكرانية كما أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من ضراز سو 25 وفي اليوم نفسه قال الجيش الأوكراني إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية صدت قواته عدة هجمات روسية في كراسني ليمان وباخموت وغيرهما من الاتجاهات هذا وتعرضت أجزاء من أوكرانيا لصواريخ وقذائف روسية ونفذت القوات الجوية الأوكرانية عدة من الضربات على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والأسلحة الروسية وضربت قوات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مستودعات للدخيرة وأنظمة الدفاع الجوي وبعض الأهداف الأخرى للجيش الروسي ترجمة نانسي قنقر